حدست للIOS 17 تعال نكتشف المميزات الجديدة هندوس على المتابعة كمان الميزة اللي بعد كده اللي ظهرت في الIOS 17 اللي هي واجهة الاتصال لما بتيجي تتصل بحد او حد يتصل بيك هتظهر معاك بالشكل دوت ودية اللي فيها اختلاف كبير جدا عن الواجهة القديمة بتاعت الاتصال زي ما انتو شايفين كدوت ظهرت معنا الايكونات بالشكل دوت السلام عليكم وعلى سهلا بيكم في فيديو جديد لو انت عايز تحدث جهازك الايفون لاصدار الIOS 17 بيتا في فيديو النهاردة اوضح لك ازاي ان انت تقدر تحدث لاصدار الIOS 17 بيتا بدون الاشتراك ودفع 100 دولار في موقع قبل وبدون كمبيوتر وبدون برامج قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي هنصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اول حاجة انت عشان ينزلك كده وملف التعريف اول اللي هو تحديث الIOS 17 بيتا بالشكل دوت عندك على جهاز الايفون هتدخل على موقع قبل المطورين هايزر معاك بالشكل دوت الموقع بعد كده هتدوس على الثلاث شرط اللي فوق دولت وحتجيب هناوات الحساب بعد ما تختار الحساب هيتطلب منك اللي انت تسجل الدخول بالقبل ID بتاعك هتكتب القبل ID وتكتب كلمة السر انت مش هتحتاج اللي انت تدفع 100 دولار علشان تنزل الاصدار الIOS 17 كل اللي عليك اللي انت هتسجل الدخول وبعد ما هتسجل الدخول هيتطلب منك بعض المعلومات اللي هي مثلا زي اسمك عنوانك وصفتك كمطور مثلا هتكتب كل الاختيارات ديت حابقا نزل لكم فيديو بالتفصيل علشان الموقع دلوقتي مش شغال انت هيدخل على الموقع كزا مرة علشان يفتح معاك زي ما انتوا شايفين ده موقع قبل وهو دلوقتي واقف علشان كتر الضغط اللي على الموقع وكل الناس عايزة تحدث الاصدار الIOS 17 فتوقف الموقع بشكل مؤقت ولكن انت تقدر اللي انت هتدخل برضا على الموقع كل خمس دقيق دوت حاول انت تعمل تحديث للموقع دوت وهيفتح معاك بعد ما يفتح معاك الموقع هتبدأ انت تسجل الدخول وتنشئ حساب للمطورين على موقع قبل وهتيجي عند الخطوة الاخيرة اللي هي بيطلب منك اللي انت تدفع 99 دولار وهتقفل الموقع هتخرج من الموقع بالشكل دوت وانت كده سجلت في موقع قبل للمطورين لو دخلت على الاعدادات علشان بقى تحدث الاصدار الIOS 17 هتدخل كده على الاعدادات وبعد كده هتدخل على الخصية والامان هتنزل تحت النوات خالص هتلاقي نمط المطور لازم يكون مفاعل عندك لو هو لقيته مقفول بالشكل دوت هتعمله تفعيل هيتطلب منك عادة تشغيل الجهاز هتبدأ ان انت تعيد تشغيل جهازك الايفون دوت ويفتح معاك من جديد بعد ما يفتح معاك كده جهازك الايفون هتدخل على الاعدادات وبعدين هتدخل على العام وبعد كده هتدخل على تحديث البرامج هتلاقي عندك النوات التحديثات التجربية اضافت عندك في تحديث البرامج وهتلاقي نسخة الايو اس 17 بيتا نزلت عندك بالشكل دوت وتقدر دلوقتي اللي انت تحدث لنظام الايو اس 17 ولو اختيار نمط المطور دوت ميزاهر عندك على جهاز الايفون هتلاقيين سايب لك فيديو في علامة الاي اللي هتظهر دلوقتي ديت على الفيديو يوضح لك ازاي ان انت تظهر وضع المطور عندك على جهاز الايفون بعد ما تكون كل امورك كده تمام سجلت الدخول على موقع قبل وانشأت حساب للمطورين وفعلت نمط المطور عندك على جهاز الايفون وزهرت عندك هنا نسخة الايو اس 17 بيت لازم تكون موفر مساح حوالي 10 جيجا او 15 جيجا على جهاز الايفون علشان تبدأ لانت تحدث ومحصلش معاك مشكلة على جهاز الايفون بعد ما تتأكد من كل دوت هتدوس على تنزيل وتثبيت هيطلب منك رمز الدخول لجهاز الايفون لو انت عامل رمز دخول بعد ما تدخل كده رمز الدخول على جهاز الايفون 6 جيجا فانت تأكد ان يكون نسبة الشحن على جهاز الايفون فوق 80% لو اقل من 80% هتوصل جهاز الايفون كده او قد بالشاحن وحتسيبه كده متوصل بالشاحن لحد ما تتم عملية التحديث وما تستخدمش جهازك الايفون خالص اسناء عملية التحديث عشان ما يحصلش معاك مشكلة دلوقتي كده انت هتنتظر لحد ما يكمل 21 ديئة اللي هو كتبها الناديت ويتم تنزيل نسخة الايو اس 17 بيت على جهاز الايفون هنحدث دلوقتي مع بعض كده نزام الايو اس 17 على جهاز الايفون ونكتشف بعض المميزات كدهوة للأولية على نزام الايو اس 17 مع بعض في الفيديو دوت ودلوقتي كده هسيب الجهاز لحد ما يحمل نزام الايو اس 17 وارجع لكم مرة تانية حدثت الايو اس 17 تعال نكتشف المميزات الجديدة هندوس على متابعة اول حاجة هندخل على مركز التحكم ونشوف فيه تغيرات ولا لا زي ما انتوا شايفين كده مركز التحكم زي ما كان اوات ما حصلش فيه اي تغيرات برضو كان فيه من بعض التسريبات ان الكشاف اصبح عليه تغيرات وانه هو زي ما هو زي ما انتوا شايفين ما فيش اي تغيرات على الكشاف او اللي هي حركة السطوع او خفض ضوء الكشاف ما فيش اي تغيرات في مركز التحكم وده اول تسريب كان منتشر ان مركز التحكم هيجي عليه تغيرات ولكن زي ما انتوا شايفين ما حصلش عليه اي تغيرات لحد دلوقتي ممكن في الازدارات اللي جاية ممكن يبقى فيه تغيير على مركز التحكم وكمان الكشاف زي ما انتو شفتم معلوش برضو تغيرات تاني حاجة هندخل عليها هي نوات اللي هي الخلفية هندخل كده على الخلفية وزي ما انتو شايفين هي نوات اضافة خلفيات جديدة زي الخلفية ديت اللي هي متهيئة لبتاعة الايو اس 17 برضو هي نوات هندص كده على الكتابة زي ما انتو شايفين هي نوات الاركام اول وقت والتاريخ هي نوات تقدر اللي انت تتحكم في حجم الخط ودوت كان برضو من واحد من التسريبات اللي هي منتشرة اللي انت بتقدر تغير في حجم الخط بتاع الساعة وبتاع التاريخ هنا ديت متفعالة هي في اصدار الايو اس 17 وكمان تقدر تغير اللون زي ما انت عايز وكمان في بعض الاشكال لنوات الجديدة اللي اضافت في الايو اس 17 زي ما انتو شايفين ديت الاشكال الجديدة هي بتقدر اللي انت تغير منها زي ما انتو شايفين بالشكل دوت دي اشكال كلها جديدة ما كانتش موجودة في الايو اس 16 ودلوقتي عايزين نجرب ميزة مشاركة خلفية الشاشة كان منتشر برضو اللي انت تقدر تعمل مشاركة لخلفية الشاشة هنخصص دلوقتي الشاشة ديت بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين بعد كده هنحاول اللي احنا نعمل لها مشاركة مفيش مشاركة ينوت لخلفية الشاشة لسه الميزة ديت ما تضفتش في الـ iOS 17 لحد دلوقتي كده الـ iOS 17 يعتبر مشابه للـ iOS 16 بعد الاختلافات البسيطة جدا زي ما انتوا شايفين هنا الاشكال اللي هي بتاعة الخلفيات هي اللي اتغيرت وكمان تقدر تغير في البونت بتاع الخط اللي هو بتاع الساعة او التاريخ والميزة الجديدة اللي اتضفت في الـ iOS 17 اللي هي شارك اسمك وصورتك مع الاصدقاء هندوس على متابعة تقدر دلوقتي اللي انت تختار صورة من ألبوم الصور او تختار ملصق بالشكل دوت تختار اي ملصق من الملصقات ديت من الشكل دوت وهتبقى معاك ظاهرة عندك على جهاز الايفون كده هنختار مثلا دوت وبعدين هندوس على التالي هتظهر معاك على شاشة الاتصال بالشكل دوت تقدر اللي انت تعملها مشاركة مع الاصدقاء تغير كمان اللون الخلفية من هنا لو حبينا اللي احنا نغير اللون الخلفية بالشكل دوت بعد كده هندوس على تم اي حد دلوقتي هيتصل بيك هتظهر عنده الصورة ديت على جهاز الايفون لو هو بيستخدم جهاز ايفون انت لو حابب اللي انت تزبط الصورة ديت هتقدر اللي انت تزبط المقاس بتاعها وبعد كده هتدوس على upload تبدأ تختار النوات الاسم بتاعك وجهة الاتصال وبعد كده هتدوس على تم كمان الميزة اللي بعد كده اللي ظهرت في ال ios 17 اللي هي واجهة الاتصال لما بتيجي تتصل بحد او حد يتصل بيك هتظهر معاك بالشكل دو ودهت اللي فيها اختلاف كبير جدا عن الواجهة القديمة بتاعت الاتصال زي ما انتو شايفين كده ظهرت معانا الايكونات بالشكل دو ولو حبيت اللي انت تزل لوحة المفاتيح هتظهر معاك بالشكل دو والاركام هتبقى ظهرة اكتر من اللي هي كانت موجودة على ال ios 16 تقدر اللي انت تعمل لها اخفاء مننا وكمان لو انت حاطت صورة للشخص اللي انت بتتصل بيه دو هتظهر معاك النوات على وجهة الاتصال وده كده بعض المميزات اللي ظهرت في اصدار ال ios 17 وبرضو الاصدار دو لسه ما اكتشفناش فيه بعض المميزات لو اكتشفتم مميزات جديدة هبقى اعملكم فيديو عن ابرز المميزات او اهم المميزات الجديدة في اصدار ال ios 17 وكده احنا حدثنا الايفون لا اصدار ال ios 17 بيتا تجريبي تقدر دلوقتي اللي انت تحدث لنظام ال ios 17 من خلال الطريقة اللي انا قلتلك عليه عادية وتستمتع بالمميزات الجديدة وتكتشفها بنفسك ما تنساش تقول لي رأيك في التعليقات عن اصدار ال ios 17 واكتر ميزة عجبتك ولو عجبك الفيديو واستفدت منه يا ريت تدعمنا بلايك وتشارك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي